جو افنين جايز هاوري دون مساء الخير طلاب الرابع الاعدادي وطلاب الخامس الاعدادي طبعا هذا الموضوع او الموضوعين اللي راح اشرح اللي هن المضارع البسيط والمضارع المستمر موجودات بمنهج الرابع الاعدادي ومنهج الخامس الاعدادي انا شارحهم مسبقا بذصف لكن اكو طلاب ما كانوا حاضرين فا اوكي راح اعيد شرح وايضا خلي يستفادون الطلاب اللي موجودين عن نت اوكي اوكي خلونا نبدو يا المضارع البسيط يحتينا عن شنو يحتينا عن حدث او حقيقة يحتينا عن شنو عن حقيقة يعني اوكي يحتينا عن عادة متكررة يعني شي انا معتاد اسويه اي برش ماي تيث افرينايت اوكي انا افرش اسناني كل ليلة اي جو تسكول 5 days a week اوكي انا اذهب الى المدرسة خمسة ايام بالاسبوع طبعا مو نفس السنة اللي هي يوم واحد بالاسبوع اما القاعدة مالة هذا الزمن طبعا كل زمن باللغة الانجليزية او كل جملة باللغة الانجليزية ها لازم تبديني بصبجكت اللي هو الفاعل اوكي الفاعل هو الكلمة التي تأتي في بداية الجملة بالجملة المثبتة اوكي بعدين ورا هذا الفاعل شنه يجيلي يجيلي فعل بي اس اذا كان الفاعل مفرد اما اذا كان الفاعل جمع يجيلي فعل مجرد يعني ما بي اس زائد تكملة هنا كاتبلكم الاسم المفرد اوكي والهي والشي والات شنه ياخذن ياخذن فعل يحتوي على اس اوكي ودزب حالة السؤال يعني او النفي هنا شوف كاتبلك فاعل مفرد يساوي لفعل بي اس اما الفاعل الجمع اللي هي الاسم الجمع علي اند لما سيرا اند ليلا اي اي شي يعني اوكي زائد الضمائر يعني ذي والوي واليو والاي شنه ياخذن ياخذن فعل مجرد والدو بحالة السؤال والدونت بحالة النفي فاعل الجمع يساوي لفعل مجرد اوكي نجي بحالة السؤال بحالة السؤال نسأل بدو اوكي لاحظ انه هاي اللي الفاعل الجمع وبدز المن للفاعل المفرد هسه دو ودز زائد فاعل زائد فعل مجرد زائد تكملة زائد علامة السؤال دو دو دي بلاي فوكبول دو شي سبيك انجليش لاحظت دز من اجت دخلت على الجملة الاس شناها من الجملة انا اوصفها للطلاب المتوسطة اقلهم اذا دخلت الدز من الباب الاس تشرد من الشباك اوكي هاي انزل مستوياتهم حتى يفهمون الفكرة عدل هسه لو نجي نتحدث على المضارع المستمر انا سوات لكم اياه على شكل مقارنة حتى توضح الفكرة عدكم اكثر قلنا هذا الزمن يحتيين عن حقائق وعادات متكررة اما المضارع المستمر اللي هو يحتيين لحظ عن حدث وقع في لحظة التكلم يعني اثناء التكلم انا جاي يسوي هسه ام تييشنج اوكي ام تييشنج ناو هسه انا حاليا جاي ادرس ام سبيكينج بمجرد ما اوقف عن الحدي اوكي انتهى الزمن راح الزمن فيحتيين لاحظ خط الزمن هذا الماضي وهذا الان لحظة التكلم بين الماضي والان هسه حاليا هو الزمن المضارع المستمر هناك اتبلكم الظروف اللي تجيو بهذا الزمن منو اللي هو ناو الان at the moment في هذه اللحظة at the present time في هذا الوقت و today اليوم اوكي بحالة الاثبات يعني قاعدة الاثبات مالتي قلني هذا الزمن القاعدة مالت تكون فاعل زائد فعل بي اس للفاعل المفرد وفعل مجرد للفاعل الجمع هنا لا يقول الفاعل اوكي ما خالفا نبدأ بالجملة زائد ام واز وار هذان الافعال زائد فعل ب ing زائد تكملة هس الام من الفاعل مالتها دائما يكون يكون الاي والإز الفاعل مالتها يكون يام ما اسم مفرد وهي وشي وإت والار الفاعل مالتها الاسم الجمع والدي والوي واليو بحالة السؤال شون نسأل نسأل الاس والار يتقدمن على الفاعل اوكي وزائد الفاعل هو نفسه وزائد فعل bing وتكملة وعلامة السؤال هناك أريدكم ملاحظة يعني مثلا أنا أقول من أقل لك حول لياها السؤال هنا الام تتحول إلى are you ضمير المتكلم i يحول إلى ضمير المخاطب you وبما أن you ياخذ you بحالة السؤال نقل بها فالصير are you منا ريد أسألك are you playing video games now أوكي هس أخذناه بحالة الإثبات أوكي وبحالة السؤال اثنين هنا أخذناه هس نجي بحالة النفي اللي زمن المضارع البسيط وزمن المضارع المستمر بحالة النفي زمن المضارع البسيط يقول في حالة النفي نضع نوت بعد الدو والدز أوكي يعني شنو يعني أبد الجملة فاعل ما العلاقة يعني الدو والدز هنا ما يتقدم على الفاعل شنو شرط هين يقول أن احنا شرطنا الوحيد أنه تخلي ورانا نوت أوكي شنو شرط ثاني يقول شرط ثاني أنه تجرد الفعل من الأس أوكي الدز تقول أنا ما أدخل الجملة إلا تجرد للفعل من الأس أوكي قبل أن نين بهذا الشي جينا الفاعل دو دز زائد نوت زائد فعل مجرد زائد تكملة زائد نقطة أصل ها شنو أصل ها بحالة النفي صارت أما زمن المضارع المستمر أوكي بحالة النفي يقول الأفعال الآم والإز والآر يقول أن ما يخالف تخلي ورانا نوت لكن شنو شرطنا شرطنا أن الفعل يبقى ال-ingb هناك شرط شنو شرط دز يقول تجرد الفعل من ال-s بينما هنا لا يقول أن ما يخالف خلي ال-ingb ما لك علاقة بي ف they are studying now من ريد فيها الصير they are not studying now عدك هناك ظروف قلنا تجو الماضي المستمر now at the present time at the moment هنا عدنا هم ظروف تجو المضارع البسيط عدنا نوعا من الظروف هي ظروف الإعادة اللي هي every every day every night every week every year every month ok every moment هذا الظروف يعني يجن يا أما بنهاية الكلمة يا أما يجن بالبداية فاحنا نسميه الموبايل ok movable متحركة ظروف متحركة يعني اقدر اقول اقول he is studying اقدر اقول he studies ok everyday واقدر اقول everyday he studies فانا شنو اقدر احرك الظروف شلون ما اريد ok عدنا نوع ثاني من الظروف اللي هن نسميه الظروف التكرار always and usually and sometimes and often and never always ok ويجول عادة دائما عادة بعض الاحيان غالبا وابدا هذن الظروف شنو هذن الظروف شرطهن شرطهن يقول احنا موقعنا يكون محدد شنو محدد يعني مكان واحد وان موقع شنو يقول ان احنا موقعنا يكون بين الفاعل والفعل يا فعل الفعل البي اس والفعل المجرد مثلا اجيب لك جملة بالامتحان سيرا سيرا ها سيرا ها 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 تقول لي سيرا ها 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 انا ما لي علاقة مو اخل الظروف وشي لل اس لا الاس تبقى لحاله اوكي بينما احنا حشينا على الظروف هناك بالمضارع المستمر لكن اكو كلمات شنو هنالكلمات يقول ان هذن الكلمات حتى لو ما اجاد الظروف بالجملة اذا اقدر اعرف جملتي هي مضارع مستمر شنو هنالكلمات look انظر listen اسمع take care hurry up be quiet hold اوكي هذن الكلمات كلهن اذا اجن بالجملة معناها نستنتج انه زمن جملتنا هو مضارع مستمر اكو كلمة اكو افعال ما تجو يا زمن المستمر سواء كان مضارع مستمر او ماضه مستمر شنو هي الافعال feel يشعر hear see smell test love hate like dislike desire agree think trust اوكي now understand believe هذن الافعال كلهن انا ما اقدر اقول I am believing in god لا خطأ I believe in god ما اقدر اقول are you understanding لا do you understand ما اقدر اقول are you loving or hating لا do you love do you hate اوكي فهذن الافعال انا ما اقدر استخدمهن بزمن المستمر نفس ما عودتكم boys and girls انا طبعا بنهاية كل درس اشرح طرق الاسئلة شون تجيب الامتحان مثلا اقل لك هنا sarah and leila speaks english correct the verb طبعا اطيكم ملاحظة صغيرة الظروف هن الهن الاولوية بالجملة شلون هن يعني they are called the key of the solution هن مفتاح الحل اوكي شلون استاذ مفتاح الحل يعني الجملة اذا اجبتها الى correct the verb or multiple choice او اختيارات or planks فراغات لازم اكو ظرف بالجملة بينما جملة المضارع البسيط قلنا تحكينا عن حقائق انا من اقل لك the earth go بينقوسيا around the sun هاي حقيقة اوكي فما حاجة انا خلي لك ظرف بعد انت لازم تعرف انه هاي زمن الجملة هو مضارع بسيط مثلا انا بالصف ويا ليلة وسارا واثنين هن ادربي هن هن يحكي انجليزي انا من نجيب لك جملة سارا لازم هنا انت تعرف زمن الجملة هو مضارع بسيط اذا سارا عند ليلة شنو انه جمع فاعل جمع يساوي لفعل مجرد اذا الاس اشي لها اذا اصير الحال speak كاتب لك الملاحظة هنا be quiet she is doing lot does her homework عدنا be quiet be quiet هي شنو هي كلمة تدل على الاستمرارية اذا نختار is doing 3 do you use are you using your english grammar book at the moment عدنا at the moment فاذا نستخدم are you using وهنا لازم اكو علامة السؤال don't forget it لا تنساها number four huda can't see well because she doesn't wear low is not wearing hair glasses today today عدنا هنا اليوم ويجي النووي الاستمرار المضارع المستمر isn't wearing يعني هدى ما جايش شوف عدل لأن هي ما جايش ترتدي نظارات هاليوم look look at this picture of Sarah she is wearing glow wears a crazy heart okay يقول شوف باوع لهاي الصورة مال تسارة هي ترتدي يعني قبعة مجنون هي okay فعدنا look احدى كلمات لفت الانتباه تجي نويل continuous فنختار is wearing نويل 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 who is knocking or does okay the door من يطرق الباب مرات يعني الجملة ما بيها ظرف ولا كلمة لفت الانتباه لكن اتمن المعنى تعرفها فأنا دائما يعني ما احتراماتي يعني الشديدة لبقية المدرسين انه يقولولك يعني إذا شفت هاي الكلمة سوي هتش وإذا شفت هاي يعني ما كش هتش بالانجليزي مشكلة انه ما كو قاعدة تحكم اللغة الانجليزية انت you have to have a background you have to know how to translate لازم تعرف شون الترجم انت بعت طالب اعدادية لازم تعرف شون الترجم اوكي هنا هاي الجملة ما اجت بيها لا ظرف ولا كلمة لفت الانتباه هنا شنون اعرفها عرفها يعني من الترجمة يعني انا مثلا من يطرق الباب اوكي يعني شنو انا مثلا قاعد وواحد ضلت يقبل الباب فسألت اخوي قتلي شنو منو جاي يقبل الباب عكيد هاي لحظة استمرارية اذا الشخص بعده جاي يقبل الباب فاذن اختار is اوكي نابر 7 it not rain at the moment ها هنا انا ما رح اجيب لك جملة يقل لك بينقوسيا اجيب لك هاي الجملة طلاب العدادية طلابي العدادية اجيب لك هاي الجملة انت هنا شنو شلون تعرف الجملة نفي تعرف اللي بينقوسيا اكو not اذا معناها منتهية بنقطة اذا معناها الجملة رائدها من عندك نفي تشوف وات the moment عندك الظرف يدلي على الاستمرارية اذا النفي بحالة زمن المضارع المستمر شنو هو اوكي شنو الفعل مالة هل يجي يجي is فنخلي وراء note وراء نخلي ing فهذه تعتمد لع القاعدة لازم حافظها ثمانية you enjoy your english lesson منتهية بعلامة السؤال شباب هنا ما دام منتهية بعلامة السؤال اوكي فرايد من عندك انه سؤال اكيد مرات اخلي لك ظرف وانا راح سهلها عليك يعني اخلي لك ظرف اخلي لك now علمو تعرف انه هذا زمن الجملة بالمضارع المستمر اوكي فهنا تباوع تباوع لل you ال you شنو تاخذ تاخذ r فصير are you بحالة السؤال are you ونخلي لها ing ونكمل الجملة تسعة سيرا يوجو لي be alone correct هنا باوع لي ال b شنو يجي لي يجي هو اصلا ال b شنو الاشتقاقات مالاته افعال verbs to be افعال verbs to be اللي هي is and are and am and was and where فهنا بحالة الظرف عدنا usual يجول ظرف يام يجي لي من ظروف التكرار المضارع البسيط المضارع البسيط فتاخذ سارة شنو تاخذ سارة ننزل هي و ال b شنو ال b يعني سارة مفرد فتاخذ is ال usual وين يصير موقعة يصير موقعة بين الفاعل والفعل فأنا هنا ناسي فتخلي سارة وتنزل usually وال b تتحول إلى is alone وتخلي لي نقطة لأن هي أصلا جملة مثبتة فنجي للرقم عشرة she not usually be alone فنجي هنا نشوف الجملة شنو بها نفي و عدنا usually okay فنجي ننفيها طبعا عدنا b ال b هنا نشوف الفاعل الفاعل شنو الفاعل الفاعل مفرد سارة إذن ال b شنو تتحول تتحول إلى is و not ننزله وبقية الجملة أنا هم ناس ال usual هنا فتكتب لي she usually is not be alone okay 11 they leave the school at four clock WH قلت لك لازم اكو شي جوا خط هنا مخلي لك الخط جوا يعني زمان يعني وقت بما نسأل عن الوقت نسأل بوين فنجيب ونخليها بالبداية الزي شنو تاخذ تاخذ دو فصير دو وننزل الفاعل الزي نزلناها والليف نزلناها التكملة دو سكون نزلناها مع حذف الكلمة التي تحتها خط ونضع في النهاية علامة السؤال يعني هذه الأسئلة المهمة اللي ممكن أجيبها لكم بالامتحان أرجو أن تلخصون الأسئلة وأي واحد عدة سؤال يكتب إلي بالتعليقات